موسيقى لو تسمح لأقول أنه حتى العبارات التي ناطق بها المسيح على الصليب زكرت في العهد الأديم مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني مين من كل الأنبياء للعبارة دي ولا واحد قالها الرب يسوع المسيح لما كان معلق على الصليب حق تفضلته وذكرت أن المسيح يموت مثقوبا زي مزمور 22 ثقبوا يديا ورجليا ما حصلتش مع حد خالص حصلت مع المسيح لأنه التوقيت كان في أيام الرومان اللي مارسوا عملية الصلب ليس اليهود اليهود طريقة القتل أو العقاب هو الرجم فالصليب كانت طريقة رومانية وهذا تأكيد أنه اشترك اليهود والرومان على صلب المسيح بالضبط أقول حاجة كمان تاني أين يولد المسيح زكرت في سفر أشعياء وفي سفر ميخة أين يدفن المسيح أشعياء تاتو خمسين يقول الكتاب جعلوا مع الأشرار قبره لكن الرب كان عنده مخطط له حاجة تاني ولكن عنده مع غني عنده موته اليهود أو الرومان لما مات المسيح كانوا عايزين يدفنوا مع الأشرار يقصر الصليب وينزم على تل الجلجوسة عشان في وادي ابنها النوم تحت يدفن مع باية الأشرار الله قال لأ قبل ما ييجي المسيح بسبعمائة سنة على فم أشعية أنه سيدفن معه غني ودفنه يوسف الرامي في قبر عنده إذن الصليب هو أولا مخطط الله الآزلي العبارة الجميلة عايزة اقتبسها في أعمال أربعة لما قالوا أنه يا رب وبيصلوا التلاميذ أنه كل ما حدث للمسيح هو بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق تمت كل مشورات الله